بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوسيلين السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين السلام عليك يا عثار الله وابن ثار والوتر الموجود السلام عليك وعلى العرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار يا أبو عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت عظمت المصيبة بك علينا وعلى جميعا للسلام وجلت عظمت مصيبتك في السماوات على جميعا للسماوات فلعن الله أمة نسست أساس الظلم والجول عليكم أهل البيت ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها ولعن الله أمة قتلتكم ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم بريت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباهم وعومي آهم يا أبو عبد الله إني سلم لمن صالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة ولعن الله أول زياد وعول مرهان ولعن الله بني أمية قاطبا ولعن الله ابن مرجانا ولعن الله مر بن ساق ولعن الله شمر ولعن الله أمة أسرجات وألجمت وتنقبت لقطاب بأبي أنت وابني لقد عظم مصابيبك فأسأل الله الذي يكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثالك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه الصلاة في الدنيا من آخر يا أبا الله عبد الله أني أتغرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بمضالاتك وبالبراوة من من قاتلك ونسب لك الحال وبالبراوة من من أسس أساس الظلم والجول عليكم وابراو إلى الله وإلى رسوله من من أسس أساس ظالك وبنا عليه بنيانا وجرا في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم بريتو إلى الله وإليكم منهم وتغرب إلى الله ثم إليكم بمضالاتكم ومضالات وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحار وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم إني سلم لمن صالمكم وحرب لمن حاربكم وبدي لمن ظلاكم وعدف لمن عداكم فأسأل الله الذي يكرمني بمعرفتكم ومعرفت أوليائكم ورزقني البراوة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبتني عندكم غدم صدقا في الدنيا والآخرة وأسألهم أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام هدى ظاهر ناطغ بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابيبكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبة وعظم رزيتها في الأسلام وفي جميع السماوات والأرض اللهم اجعلني في مقام هذا من من تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة اللهم اجعل محيا يمحيا محمد وعلم محمد ومماتي ممات محمد وعلم محمد اللهم إن هذا يومون تبركت بهي بنو مهيا وابنو آكلة الأكبر اللعين من اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موتن ومغف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله اللهم العنب سخيان ومغفيا ويزيد ابن مغفيا عليهم منك اللعنة أبد العابدين ومغفيا وهذا يوم فرحت بهي عالو سيار وعلم الحار بقتلهم الحسين صلى الله عليه وآله اللهم فضاعف عليهم اللعنة منك والعذاب الأليم اللهم إني يتغرب إليك في هذا اليوم وفي موض في هذا وآيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وفي موضالات النبيك وآل نبيك عليهم وعليهم السلام اللهم العنب والذال من ظلم حق محمد والمحمد وآخر تابع له على ذلك اللهم العنب العسابة التي جاهدت الحساب وشاعت وباعت وتابعت على قتل اللهم العنب الجميع السلام عليك يا بابد الله وعلى الأروح التي حلت بفناه عليك مني سلام الله أبداً ما بغيت وبغي الليل والنهور ولو جعلهم آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحساب وعلى علي بن الحساب وعلى أغلاد الحساب وعلى أصحاب حساب اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدا به أولا ثم العن الثاني والثالث والراب اللهم العن يزيد خامسا والعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانه وعمر ابن سعود وشمره وعلى أبي صفيان وعلى زياد وعلى مرضان إلى يوم القيام اللهم لك الحمد وحمد الشاكرين لك على مصاب الحمد لله على عظيم رتيتي اللهم ارزقني شفاعة الحساب يوم الغرود وثبتني قدم صدق عندك مع الحساب وأصحاب الحساب الذين بدلوا مهجهم دون الحساب عليه الصموة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة